إزاي استطاع القدماء المصريين أن هم يتغلبوا على الارتفاع في درجات الحرارة وزي ما كانت مننا بتقول هل فعلاً كان زمان في درجات حرارة مرتفعة؟ طبعاً الكلام ده من حوالي عشر تلاف سنة حصل نوع من أنواع التغير المناخي في منطقة السعر الغربية لأن الإنسان المصري كان عايش معظمه في منطقة السعر الغربية لما حصل نوع من أنواع التغير المناخي ابتدى يتجه في اتجاه ودي النيل ولما اتجه نحية ودي النيل للمناخ طبعاً المؤتدل استقر بجوار ودي النيل وكون مجموعة الحضارات البدائية لحضارة المعادي والبداري وديرتاسة ونقادة ومرمدة بني سلامة وغيره طبعاً بيحصل كل فترة من الفترات نوع من أنواع التغير المناخي طبعاً المصر الأديم كان عنده حاجة خاصة بالفلك اللي هي أنه يعمل الأجندة الفلكية مرتبطة بالأجرام السماوية ومرتبطة بالمناخ أو بفيضان النيل وبالتالي قدر يعمل الشهور بتاعت السنة مرتبطة بالزراعة فعنده شهور متصلة بشهر الصيف وشهور الصيف وعنده شهور متصلة بالنماء والحصاد وعنده شهور متصلة بالجفاف وبالتالي في كل نوع من أنواع التغيرات المناخية كان بيبقى فيه نوع من أنواع اللي احنا بنسميه الممارسات الحياتية التي تتناسب مع التقص أو مع الجو وظهر المصر الأديم في الجداريات بملامح مختلفة طبعاً ظهوره في مثلاً الأعمال الحياتية أو اليومية زي ظهوره في أعمال الحقل وخلافه بيظهر باللون الشبه غامق أو النحاسي نظراً لسطوع إشعة الشمس على جسمه وكانت الرجال دايماً بتتسم بأن جسمها الجزء الأعلى بيبقى جزء عاري لسهولة الحركة أما بالنسبة للسيدات فكنا يرتدين الكتان الأبيض وده برضو بيتناسب مع طبيعة البشرة المختلفة من الرجل إلى السيد الشيء الآخر أن المصر الأديم ميز ما بين من يقوم بممارسة التقوص داخل المباني المغلقة ومباني الذين يمارسون تقوصهم الحياتية في الأماكن المفتوحة وبالتالي من يمارس حياته في الأماكن المفتوحة زي الحقول وزي الورش وخلافه كان بيتسم باللون الغامئ وكان أحياناً بيبقى كسيف الشعر وظهر كثير من التمثيل واللوحات بيظهر الراجل أو السيدة بيرتدي بروكة البروكة دي بيتم تغييرها وده بيدل على نوع من أنواع تصفيف الشعر أما من يعمل داخل الأماكن المغلقة زي المعابد فكانوا بيبقوا حليقي الرأس أيضاً المصر الأديم استخدم أنواع كتير جداً من أعمال التطهير أو أعمال النظافة الشخصية والنظافة الشخصية كانت بتمارس داخل المعابد عن طريق البحيرة المقدسة وداخل البيوت عن طريق الاستحمام والتصفيف لدرجة أننا عندنا مثلاً تمثال في سويسرا لسيدة مصرية اسمها فيرونا هي من علمت الأوروبيين النظافة والتمثال ده موجود في ميدان بازل واللي سيدة مصرية ترتدي الجلباب المصري وتمسك في يدها مشت وإناء ومن أقدم التمثيل الموجودة في الحضارات القديمة تمثال بيرجع للدولة الأديمة لسيدة بتقوم بتصفيف شعر ابنتها فده دليل على أن المصر الأديم كان بيعتني بالنظافة الشخصية وبالتاني بيهتم جداً بفكرة التعامل مع التغيرات المناخية أو تغيرات الجو وعشان كده بنلاقي الكتان الأبيض اللي بيعكس حرارة الجو السيدات كانت بترتديه بس أنا مش حارفة بقى كان فيه وقتها أي نوع تاني من الملبوسات بترتديه السيدات غير الكتان الأبيض أو كان الكتان بيتم صباغته ولا كانوا بيعتمدوا لون الأبيض فقط اشتركوا في القناة